أتى الساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيت شمو جزو الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف جهود البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة للغاز الطبيعي والبترول سعيا لتحقيق الاستغلال الاقتصادي والتنموي الأمثل لموارد مصر وتعظيم الاحتياطات المضافة من الغاز الطبيعي جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والسروة المعدنية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن وزير البترول استعرض الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية للبحث والاكستشافات عام 2025 في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط باشتراك كبرى شركات الطاقة العالمية وبإجمال استثمارات حوالي 2.1 مليار دولار كما عرض وزير البترول تطورات تنفيذ مشروع إنتاج سودا أش بالمنطقة الصناعية في مدينة العالمين الجديدة والذي يتم بالشركة بين الدولة والقطاع الخاص بإجمال استثمارات حوالي 500 مليون دولار كما وجه الرئيس السيسي بالإسراع في الإقراءات التنفيذية للمشروع والذي من شأنه أن يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لمدينة العالمين الجديدة إلى جانب العائد الاقتصادي والصناعي الذي يحققه بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة عقدت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا بعنوان النقابات المهنية والنظام التسجيل الإلكترونية وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها ضمن استعداداتها للحوار الوطني وخلال الصالون أكد عضو مجلس النواب أحمد مقلد أهمية الحوار الجاد للخروج بتوصيات تحقق مصلحة الجميع وبما يحافظ على كفاءة النظام الضربي المصري ويذكر أن التنسقية أعلنت عن إطلاق سلسلات من الصالونات النقاشية مع المتخصصين من كافة الطائرات والاتجاهات حول القضايا التي سيتم طرحها خلال الحوار الوطني قال وزير الخارجيات الأمريكية أنتوني بلينكين أن روسيا لم تظهر أي رغبة جدية في إنهاء الحرب في أوكرانيا وأضف بلينكين أنه عندما عقد اجتماعات عبر الفيديو كومفرنس مع وزراء الخارجية للدول المجموعة السبع للبحث في أفكار من أجل التوصل لسلام عادل اقترحه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنيسكي خلال زيارته التاريخية لواشنطن شدد وزير الخارجيات الأمريكية على أن موسكو يمكنها وضح حد للحرب فورا بسحب قواتها من أوكرانيا أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية عن تخصيص حزمة مساعدات جديدة طارئة لأوكرانيا بنحو 37.7 مليون دولار وذكرت الوزارة في بيان أن الحكومة تنوي زيادة دعمها لأوكرانيا بتقديم حزمة طوارئ ثانية لمساعدة الأوكرانيين على البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء وأوضح البيان أن القسم الأكبر من البنية التحتية لإنتاج الطاقة في أوكرانيا قد تضرر بشكل خطير أعلنت أن نيابة العامة الفيدرالية في ألمانيا توقف عنصر استقباراتي ألماني يشتبه في نقله معلومات إلى روسيا وقالت نيابة في بيان إن المواطن الألماني كاسترن إيل وهو عنصر في الاستخبارات الخارجية يشتبه في ارتكابه خيان عزمة لفتة إلى أنه قد تم تفتيش شقاته ومكتب عمله هو وشخص آخر وأوضحت النيابة المعنية بقضايا التجدسس أنه يشتبه في نقل المتهم عام 2022 معلومات حصل عليها في سياق أنشطته المهنية إلى أجهزة الاستخبارات الروسية أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون تمويل حكومي حجمه 1.66 تريليون دولار بما يحول دون إغلاق جزئي للحكومة ومن المقرر أن يرسل المشروع مشروع القانون إلى مجلس النواب للتصدق عليها ثم إلى الرئيس دو بايدن للتوقيع عليها ويقدم المشروع تمويلا للجيش الأمريكي ومجموعة من البرامج غير العسكرية حتى 30 سبتمبر 2023 ويوفر التشريع لأوكرانيا أيضا 44.9 مليار دولار من المساعدات هذا وتباطأ التقدم في مشروع القانون بعد أن أدخل السيناتر الجمهورية مايك لي مساء الأربعاء تعديلا استهدف إبطاء الهجرة تشهد معظم مناطق الولايات المتحدة الأمريكية عصفة قوية وتساقط الثلوج بكثافة مع الانخفاض الشديد في درجة الحرارة مما أدى إلى تأخير وإلغاء ألاف الرحلة الجوية وقالت السلطات أن العصفة تحدث مرة واحدة فقط في كل جيل محذرة من أن الظروف شديدة الخطورة للتنقل في وقت يقبل فيه الأمريكيون بكثافة على استعمال الطرق والمطارات في موسم الأعياد وأعلنت عدة ولايات حالة الطوارئ ومنها ولاية كينتاكي فيما ستنخفض درجات الحرارة بشدة وصولا إلى تكساس في كأنوبي البلاد دعا وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين الصين إلى مشاركة معلوماتها بشأن الموجة الجديدة من فيروس كورونا التي تشهدها البلاد وقال بلينكين خلال مؤتمر صحفي أنه من المهم أن تركز جميع الدول بما في ذلك الصين على ضمان تلقيح الأشخاص وتوفر الاختبارات والعلاجات ومشاركة المعلومات مع العالم بشأن ما تعيشه كما أرد خلال المؤتمر المساعدة على الصين عبر تقديم لقاحات وأضاف بلينكين أنه مع انتشار الفيروس من الممكن أن تتطور متحورات أخرى وأن تنتشر بدورها مما سيؤثر على باقي الدول نهاية مجزء التاسعة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل